اشتركوا في القناة 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 قبل كده كنت نزلت لكم اكتر من فيديو اشتركوا في القناة من المساعد لحم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من إيه من علب كنز فرغة ومش هنستخدم زي قبل سابق حمض الكبريتيك عشان في ناس قالت ان حمض الكبريتيك اللي هو ميت النار فيه ضرر كبير استخدمنا حمض الكبريتيك واستخدمنا ملح اللمون وقشر اللمون واستخدمنا ايه تاني واستخدمنا الفلاش واستخدمنا الكلور كل الحاجات دي اننا عملنا بيها مساعد اللحام تمام النهاردة هنستخدم الجزء ده من علب الكنز وهنستخدم معنا الفلاش طبعا الفلاش موجود عند ناس كتير طبعا نعم اتركوا بالفلاش قبل كده برضو بس كان ايه بالزنك بتاع البطاريات الفرغة البطاريات يمكن البعض مننا شايف الفيديو اللي هو بالفلاش وبطاريات اللي هو الزنك تمام لا النهاردة هنستخدم برضو الفلاش بس مع الجزئيات دي اه تمام هنجيب ازازة فرغة تمام زجاجة بالشكل ده ما ينفعش بلاستيك تمام وهنجيب الفلاش بتاعنا طبعا الفلاش مليوش اي ضرر فلاش ده بيبقى موجود عندنا كلنا في البيت اللي هو بتاعي الحمامات والارضيات في البيت تمام ما منهوش اي ضرر بين كب كب كمية قليلة كده هنا هو تمام كده وده اللي احنا استخرجناه من علب الكنز تمام بص بقى تابعوا معايا تمام مع هنشوف هنعمل ايه ويفضل يا جماعة يعني ايه اه نلبس كمامة تمام ونعمل الفكرة دي في مكان مفتوح يعني بعيدا من الاطفال برضو عشان بتطلع الابخرة طبعا من ابخرة طبعا كلها يعني ايه بتعتبر ضرر اي ادخلة يعني فمن الاحتياط طبعا من باب الامان نلبس كمامة بتاعتنا ونعملها في مكان مفتوح تعالوا مع بعض نشوف التفاعل هيبقى ازاي تمام بصوا كده مردين بالكم بصوا شايفين التفاعل اهي مردين بالكم اهو اهو التفاعل بتاعنا وكده التفاعل بتاعنا تم مغدين بالكم شوفتوا كده خلاص اهو تم التفاعل ممنونش هيضرر هنعمل بقى هنجيب منديل ورق ونجيب اي حاجة كده ولو دي ازاز يفضل يعني لو هي زجاج زهيد كده يفضل وهنصفي وهنصفي المادة اللي انا عملناها ده بالشكل ده تصفى معانا كده بالشكل ده عشان نطلع الرواسب ولو في ايه اشياء فضل اشياء فضل ما تنسوش بقى انتو بتشاهدونا كده لو عجبكم الفيديو اه تدعمونا باللايك الجميل بتاعكم واكتبولي اه في التعليقات رأيكم ولو في فكرة معينة او تجربة معينة حابين ان احنا ننفذها ممكن تكتبولي في التعليقات وانا برضو اه بنفذها لكم تمام هنصفي بالشكل ده هنصفي بالشكل ده لو عندك حاجة خفيفة كده اخاف من المنديل ماشي على فكرة ممكن تعمله التجربة ده يعني ممكن تستخدمها كتيارة يعني مساعد اللحم ده يعني اساسا بيتباع انت ممكن يبقى تجيب العلب اللي زي كده القطارات اللي هي ده تمام وشوف بقى يعني كم علبة كنز كده هتعمل معك قد اي من ده علبة الكنز ده يعني مرماية في الشارع تمام شوف هتعمل معك كم علبة من ده ممكن تباحها يعني كل الناس الحرفيين الصناعية الكهربائية الناس العادية في البيوت بيستخدموا مساعد اللحم ده تمام ومساعد اللحم قوي دلوقتي هجربوا ليكم يعني قدام عني كده هتشوفوا يعني ازاي كم علبة مخاطر اللحمات اللحمت طبعا الستلس ده استحالة يمسك فيه القصدير المترجم طبعا الستلس ده ممتز على مصدر كلها ده تجاء خلعتها وركبتها اخرى برده طبعا استحالة القصدير يمسك في الستلس اللي هي الستلس ده استلس احنا دعنا يمسك بقى بايه استخدمنا كلنا ايه حمض الكبريتيك اللي هي ميت النهار استخدمنا الكولور استخدمنا الفلاش استخدمنا البطاريات استخدمنا ملح اللمون استخدمنا حيات كتير يعني عملنا باكتر من طريقة الفكرة دي طبعا دي النهاردة اول مرة استخدم معاكم اللي هي ايه علب الكنز الفرغة وهنجربها مع بعض ونشوف وضعها هيبقى ايه تمام خلاص كده احنا ايه تمام صفناها هنحتاج ايه بقى هنحتاج اه سرنجة اي سرنجة قديمة عندك كده تمام وهنعبي المادة بتاعتنا دي في القطارات دي بالشكل ده تمام كده اهو ما تنسوش انت وبتشاهدونا كده تدعموني باللايك الجميل بتاعكم واللي مش مشترك يعمل اشتراك اعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لغيرك ويستفاد بالمعلومة يا رب سيجعل اعمالنا كلنا يعني كلها خالصة كده الوجه اللي تمام بنعبي كده وكده ايه بقى كده خلاص احنا المادة بتاعنا المادة بتاعتنا جاهزة فاضل بس على ايه على التجربة تمام تعالوا انتو كده ايه خلاص مهمتكم انتهت هنجيب الجزدير بتاعنا وهذه الكباب بتاعتنا هنجرب دلوقتي قدام عينيكم هنجرب نلحم الجزدير يعني بدون المادة بدون ما نستخدم المادة دي هنجرب هنشوف هيمسك ولا لا هنشوف اللحن بتاعنا هيمسك ولا لا وهنجرب بالمادة احنا كنا استخدمنا طبعا اكتر من فيديو يعني اكتر من فيديو كنا استخدمنا زي ما قلت لكم حمض الكبرتيك اللي هي ميت الناس بس ميت النار فيها ضرر شوية يعني فيه ناس بتخاف منها برضو لازم اللي يتعامل معا يتعامل بحذر قلنا ندور بقى ندور على ايه حيات بسيطة وسهلة كده تستخدموها ما يبقاش منها ضرر برضو ما يمنعش ان احنا نستخدم الحماية والكمامة زي ما قلت لكم عشان الابخرة الابخرة برضو ضرر اي ابخرة يعني اي شيء اي كانت نعملها في مكان مفتوح وبعيدا من الاطفال تمام او نلبس كمامة كده خليكم معا بقى عشان نجرب هنجرب هنجرب بقى ايه من غير مساعد اللحام تمام اهو المكان ده مغدين بقى لكم فاضي اهو خالص اهو هنجرب من غير اللحام من غير مساعد اللحام من غير مساعد اللحام نشوف بقى انهم حقيق ايه بقى ايه هتم عشان مغدين بقى ايه هتم عشان حقيق ايه وحق ايه هتم عشان حقيق ايه نلقى ايه نشوف اللحام السحري بتاعنا نقطة صغيرة هيا ونشوف هيلحم ولا مش هيلحم بسم الله الرحمن الرحيم هاو هادي واحد دين تلاتة بسم الله الرحمن الرحيم هاو خلاص هاو تشوفوا قدام عناكم وبنفسكم اهو اهو انسى لحام انسى نتفك تاني اهو مش هيلحم اهو 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 اهو